ومعنا حول هذا الموضوع هنا في الستوديو الدكتور رياض نعسان أغا وزير الثقافة السورية السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية دكتور مساء الخير أهلا بك معنا في حدث اليوم ودائما في استوديوهاتنا قبل أن ندخل سواء في التفاصيل الميدانية أو حتى التفاصيل السياسية أتوقف معك عند اجتماع هيئة التفاوض بالأمس واللجنة الهيئة العليا للمفاوضات وما وصلتم إليه من معطيات جديدة يعني الحقيقة البارحة ظهرا انتهت اللقاءات التي تمت في الرياض للهيئة العليا للمفاوضات وأهم ما كان فيها هو أن الهيئة تدرس رؤية متكاملة للمرحلات الانتقالية وهذا يؤكد جدية الهيئة في أنها تتجه إلى حل سياسي وبالتالي كان هناك إصرار على أن يلتزم المجتمع الدولي كله بقراراته نحن انطلقنا في هذه الهيئة أو أسست هذه الهيئة تلبية لقرارات المجلس الأمن وعلى بناء هام جدا قانوني في سلسلة من القرارات وحتى في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن نجد نوعا من التجاهل من بعض الدول وأخص روسيا ولذلك كنا نطمح أن تكون هناك فرصة مؤاتية لكي نتابع المفاوضات وما نزال نطمح على أن يضغط المجتمع الدولي على روسيا لكي تتوقف عن تعطيل الحل السياسي ما حصل اليوم من لقاء كاريب الأطراف الأوروبيين هل يمكن أن يفسر على أنه نوع من الضغط على روسيا كما تطلبون أو فقط هو عرض للخطة التي ما زالت لغز بالنسبة للكثيرين ما هو أجبت عندما سميتها لغزا هي لغز ونحن في بيان صحفي أصدرناه البارحة قلنا بأن هناك غموضا فيما يتفق عليه الوزيران لافروف وكيري نحن المعنيون هم يتفقون علينا ومن حقنا بوصفنا نحن يعني ضمن عناية المجموعة الدولية كما تقول هي بأن نعرف على ماذا يتفقون يعني نحن الحاضر الغائب يتفقان علينا ولا نعلم على ماذا يتفقان يعني أنتم لا فكرة لديهم لا فكرة حتى الآن ولا أي فكرة غموض كامل حتى لسنا نحن السوريين أيضا يعني إذا كنا نحن ينظرون إلينا على أننا نحن المستضعفين في الأرض يعني نحن لأننا الآن نمر بمحنة لكن عجبا سألت كثيرا من مسؤولي الدول الكبرى أيضا لا يعرفون يعني لا ألمانيا تعرف ولا فرنسا تعرف ولا بريطانيا تعرف يعني حسنا فعل ربما اليوم أطلع الاتحاد الأوروبي يعني تكلم مع موغيريني يعني تعلمين في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا ما قاله لم يكن يكشف عن حقيقة الاتفاق يعني أنا تابعت اللقاء يعني ما قاله كلام عام عموميات أما النتائج فهي الكوارث التي لحقت بنا ما تحدثت به في مطلع هذه المقابلة عما يحدث في منبج عما يحدث في الأتارب أنا اليوم سألني صحفي وهو معتد يعني صحفي روسي قال كيف رأيتم نتائج الاتفاق الذي تم بين لافروف وكيري يعني ربما توقع مني أن أقول به بارك الله فيكم يعطيكم العافية فأرسلت له عشرين صورة لأطفال قتلوا اليوم تقول له هذه هي بعض النتائج يقال بأن الأعداد المرشحة لكي لا سمح الله تفارق الحياة من الجرحة قد تصل إلى خمسمائة ضحية يعني أنت الآن قلت الرقم مئة وستين والناس يتداولون مئتين ومئتين وخمسة وعشرين هذا في منبج وهذا غير المدن المحاصرة والتي تعاني منذ سنوات في قصة كبيرة أنه من الموتى تحت الأنقاض لأنه عمارات بأربع طوابق تحت الأرض استخدمت قنابل عنقودية أهذا ما خرج عن لقائكم يا سيدي طيب بس دكتور أيضا الجرائم الفضيعة التي حدثت في الأتارب والقصف السوري أيضا قصف النظام على مدينة بصرة بعد أعلانها عن هدنة هذا أمر عجيب بس دكتور لماذا هذه السرية برأيك حول هذا الاتفاق هو محاولة لعدم حصول أي شيء يلغيه أو أنه هو لعبة ما بين الولايات المتحدة وروسيا يعني نحن إذا كنا من قبل نعتب على الولايات المتحدة ونتهم روسيا في التعطيل الآن سنسأل الولايات المتحدة ما الذي تريدونه هل اتفقتم على إبادة كاملة يعني تحت عنوان محاربة الإرهاب هل نهدم كل هذه المدن ونجعلها نسيا منسية هل نقتل آلاف الناس كل يوم لنقول بأننا قتلنا شخصا من داعش هذه الخطة التي وضعت لمحاربة الإرهاب وطبعا اليوم كانت مشاركة بعض الدول من التحالف يعني اليوم لم يكن روسيا وحدها شاركت دول ودول صديقة يعني فرنسا شاركت نحن علينا أن نسأل هل لديكم خطة لمحاربة الإرهاب لا تقضي على المدنيين بحسب مصادر اليوم دكتور الحديث يدور عن أن الحل السياسي بداية ومن ثم نتحدث عن خطة لمحاربة الإرهاب ككل يعني لإلغائه من سوريا ولإدخال المساعدات الإنسانية يعني ما الدور الأوروبي الذي دخل هنا وحديث وزير الخارجية البريطاني تحديدا أنه على الأسد أن يرحل ولا يمكن أن يبقى كم يمكن القول أنه فيه دور أوروبي بدأ يدخل على الخطة هو الحقيقة الدور الأوروبي مرحب به ولا ننكر بأن بعض المساعدات دخلت يعني هناك مساعدات نعلم بأنها دخلت وإن كانت يعني في النهاية العظمى لا تلبي إلا يعني 11% من الاحتياج في المناطق الصعبة يعني 11% يعني يكاد يكون لا شيء يعني أمامنا لسه 90% يعني لم يصلهم شيء طبعا في المناطق الأقل وصل ما يعادل الـ 60% برضو فيه لسه 40% ما وصلهم شيء وبعض المناطق لم يصلها شيء على الإطلاق صفر يعني تعيشوا الآن بما لديها من طاقة في بقية الجسد وبما في الطبيعة من حولها من أوراق شجر هذا أمر خطير جدا لكن أنا الآن أريد أن أتحدث عن النقطة الأساسية ما الخطة التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وقوات التحالف والأقل كيري لكي يقوم أو تقوم دول التحالف بمحاربة الإرهاب دون أن تكون قصفا مباشرا وعشوائيا للمدنيين الأمم المتحدة مطالبة بحماية المدنيين نحن اليوم وجهنا رسالة للسيد بانكيمون نطالب الأمم المتحدة فيها بحماية المدنيين نحتاج إلى خطة تحارب الإرهاب مع بيان منطقة آمنة للمدنيين قولوا للمدنيين أين يذهبون يعني أمر محال ما تطلبه روسيا أنها تطلب من الفصائل المعتددة الفصل بين الفصائل المعتددة أو لأقل الجيش الحر وبين جبهة النصرة طيب كيف سيتم هذا الفصل بالسكين أم بالطائرات التي تقصف هؤلاء يعيشون بين الناس بين المواطنين لذلك كان الرأي بأن يعد الجيش الحر لقتالهم لأنه يعرف الناس الجيش الحر هو ابن المنطقة هو الذي يعرف هذا من داعش وهذا تجاه آخر أما أن يقتل الجيش الحر كما حدث اليوم في الأتارب بحجة أننا نقتل داعش الحقيقة بدأنا نشك في ذلك ونحن نعلم بأن الجيش الحر في قطر الآن وإذا كان الاتلاف الدولي والتحالف يريد للشعب السوري أن يكون في حماية آمنة فالذي يقوم بهذا هو الجيش الحر طبعا نعبد دخل القوات السورية الكردية وهذا نذير لصراع عربي كردي لا نريده وهذه الكلمة خطيرة التي أقولها الآن هم يؤسسون لصراع عربي كردي طيب بس أنتم كهيئة مفاوضات ما الإجراءات التي ستتخذونها حيال هذا الاتفاق وحيال إمكانية إعادة المفاوضات على أساس هذا الاتفاق الذي لا تعلمونه يعني نحن كيف يطلب مننا أن نجيب عن سؤال غامض يعني نحن ذهبنا إلى الرياض في الوقت الذي كان فيه السيد كيري ملتقيا مع السيد لافروب ما كان أسهل أن نبلغ بما اتفقا عليه بأن يقال لنا بأن هناك كذا وكذا نحن نعيش الآن أمام شعبنا بمسؤولية لا نملك إجابة عليها والناس يطلبون مننا طبعا بعض الناس ينسون أننا عبارة عن ثلاثين رجلا متفرغين للمفاوضات هم يطلبون مننا أنتم ترون ما يحدث في منبيج ماذا تفعلون طب ماذا نفعل نحن لسنا هيئة أركان نحن هيئة مفاوضات نشكو أمرنا إلى الأمم المتحدة طبعا نشكو أمرنا إلى الله أولا ثم نقول أين الأمم المتحدة نتلفت حولنا على أصدقائنا فلا نكاد نجد أحدا منهم الأصدقاء الدوليين نعم ونحن بدأنا نرتاب يعني هل يعقل بأن تقف كل هذه القوى الدولية تتفرج على مئات القتلى والضحايا والشهداء ويناقشون قضية واحدة هي بقاء الأسد يعني هل تحولت القضية السورية كلها إلى قضية رجل في مقابل شعب ونحن نقول إذا اتفقنا على المواد التي قالها قرار مجلس الأمن القرار قالها صحيح فليتفقوا عليها ونحن نعلن الآن وفي كل حين أننا جاهزون لحل سياسي حتى في تشاركية أشكرك جزيلا شكرا هنا في الستوديو كان معنا دكتور رياض نعسن أغا وزير الثقافة السوري السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية